السلام عليكم شابتر جديد Mathematical Induction الاستنتاج الرياضي أول سكشن Proof by Induction البرهان بواسطة الاستنتاج Principle of Mathematical Induction قاعدة الاستنتاج الرياضي If Pn is a statement involving the natural number n يعني هو بحكينا إذا كانت Pn هي عبارة عن statement وعرفنا شو الموصود بstatement سابقا إنه statement هي عبارة عن sentence اللي بتقبل تكون إما true أو false involving لازم هذا الستيتمت يتضمن the natural number n إذا نجمعه هنا إنه لازم الستيتمت الموجود عندي لازم يضمن الـ n والـ n لازم يكون عدد طبيعي such that بحيث أن number one P of one is true number two P of k is true implies P of k plus one is true for every natural number يعني هنا بحكيلي number two بحكيلي إذا كانت Pk هي عبارة عن true فلازم أبين إنه Pk plus one is true for every natural number k إذا معناته k هو عبارة عن عدد طبيعي إذا تحقق واحد واثنين then فإنه P of n اللي هو الستيتمت الموجود عندي is true بيكون صحيح for every natural number n بيكون عندي صحيح لجميع العدد الطبيعية طيب نعيد مرة ثانية يا جماعة قاعدة الاستنتاج الرياضي إنه يا جماعة حتى نقدر نستخدم قاعدة الاستنتاج الرياضي لازم الستيتمت يحتوي على natural number يعني إذا ما احتوي عن natural number ما ممكن نستخدم هذا القاعدة الجواب نعم لازم يا جماعة تكون ال n هي عبارة عن natural number طيب طيب باللاحظ هنا الاستنتاج الرياضي هو عبارة عن خطوتين الخطوة الأولى إنه لازم أبرهم إنه هذا الستيتمت هو صحيح عند الواحد number two لازم أفرض إنه صحيح عند el key وبرهم إنه صحيح عند el key زاد one إذا مرة ثانية في واحد بدي أبرهم إنه صحيح عند الواحد في اثنين بدي أفرض إنه صحيح عند el key وبرهم إنه صحيح عند el key زاد واحد بحيث إنه el q هو أي عدد طبيعي إذا تحقق واحد واثنين إذن هنا شو بيكون عندنا الستيتمنت هو عبارة عن true for every natural number in طيب ممكن تسأل طب إذا كان واحد ما تحقق على سبيل المثال خلص بهذه الحالة يا جماعة ما منقدر نبرهن القاعدة تمام فبالتالي بهذه الحالة إنه بنحكي إنه الستيتمنت هو مش true بصير بهذا الشكل الستيتمنت is not true for every natural number in ممكن تسأل ممكن نبدأ طيب من اثنين طبعا ممكن نبدأ من اثنين ممكن نبدأ من ثلاث لكن احنا بالسكشن اللي احنا فيه دايما راح تكون بدايتنا من واحد هسا السكشن البعد هيك راح تكون في عنا ستيتمنت تبدأ مثلا من اثنين أو من ثلاث لكن باللاحظ هنا انه أنا بالسكشن موجود فيه لازم انه الان هو natural number و بنعرف اقل قيمة بالnatural number هو عبارة عن الواحد فعشان كان الجماعة بداية شو كانت هنا من الواحد طيب example use induction to show that استخدم الاندكشن to show that بدأ برهن انه الواحد plus 2 plus 3 plus n equal n فإنه plus 1 على 2 for every أو for all n belong الان انه بحيث ان هذه جماعة الان هي بتحتوي او انه هذا الان هي عبارة عن natural اذا لاحظ جماعة الستيتمنت اللي عندي لاحظ احتوى على مين هنا على ال natural اذا معناتوا بهذا الحالة بقدر ابرهن باستخدام الاندكشن طيب نيجا جماعة على رقم واحد رقم واحد زي ما حكينا بدي بيّن انه صحيح او بدي برهن انه صحيح عند الواحد شو كتبنا هنا we need to show that نحن نريد انه برهن it's true انه هذا الستيتمنت هو true when n equal one عندما الان بتساوي واحد then the left hand side is one لاحظ جماعة هنا انا لو جهت هنا على left hand side الطرف الايصر خلق نعطي مثال قبل من عوض الواحد مثلا يا جماعة لو كانت الان بثلاث الطرف الايصر لاحظ هنا بيبدأ بواحد وبينتهي عند مين عند الان اذا كانت الان بثلاث معناته رح يكون ايش واحد بعدين زاد اثنين بعدين زاد ثلاث يعني دائما بيبدأ بواحد بعدين كل مرة بضيف واحد وبينتهي عند الان لو كانت الان باثنين اكيد بيبدأ واحد وينتهي عند اثنين طب لو كانت الان بواحد بيبدأ بواحد وينتهي عند الواحد فبالتالي في هذا الحال عندي فقط حد واحد اللي هو الواحد فعشان هيك شو كان عندي هنا left hand side هو فقط ان عند الواحد طيب on the right hand side الطرف الايمن تعال هنا بدل ان سابدالها بواحد هاي عندي هنا واحد واحد بلاس واحد اثنين تقسيم اثنين اثنين مع اثنين يظل عندي هنا واحد إذا باللاحظة يجمعه هنا أنه left hand side قيمته واحد right hand side قيمته واحد إذا معناته بهذا الحالة شو بنحكه الستاتمت هو true when n equal one إذا معناته الستاتمت هو صحيح لما ال n بتساوي واحد تمام إذا معناته يجمعه هنا أنه الشرط الأول يتحقق أنا عندي أنه الستاتمت صحيح عند الواحد طيب رحينا بالنسبة للشرط الثاني زي ما حكينا بالشرط الثاني بدي أفرض أنه صحيح عند ال k وأبرهم أنه صحيح عند ال k زاد واحد كيف يعني إذا عني زهيك assume that the statement is true for some k belong in وانا جماعة بفرض أنه الستاتمت هو صحيح for some k belong in assume that يعني كي بدأ فرض أنه صحيح عند ال k يعني هنا يا جماعة فقط بدل ال n بستبدلها ب k يعني بصير واحد زاد اثنين زاد ثلاث لعند مين عند ال k يش هو ال k؟ ال k هو عبارة عن natural number equal الطرف الأيمن بدي يكون أن عندي هنا k مضروبا ب k زاد واحد على اثنين هاي جماعة إذن فقط عملية استبدال ال n بk طيب we need to show that هس أنا بديش بدأ برهن it's true for k plus one يعني أنا بدأ برهن هذا ال statement هو صحيح عند ال k زاد واحد طيب كيف يعني عند ال k زاد واحد تعال هون يا جماعة بدل ال n استبدلها ب k زاد واحد سير واحد بلس اثنين بلس ثلاثة حتى k بلس واحد يساوي بدل ال n استبدل ب k بلس واحد هنا k بلس واحد وعندك واحد سير عندك هنا k بلس اثنين مقصوما على اثنين يعني زي موجودة ما من هون هاي جماعة هون بدل ال n استبدلت ب k بلس واحد أنا هون يا جماعة بدأ برهن أن هذا ال statement من صحيح عند ال k بلس واحد كيف يعني الصحيح عند ال k بلس واحد يعني بدأ بينا انه صحيح عند ال k بلس واحد طيب كيف بدأ بينا انه صحيح بدأ ببدأ بالطرف الايسر وأصل للطرف الايمن بتبأجي هنا ابدا بالطرف الايسر بس من انتبه لشغل هون يا جماعة حتى نبينه الصحيح عند K plus 1 لازم أستفيد من الفرض الموجود عندي هون شو الفرض الموجود عندي هون إنه أنا فرضت إنه استهدت من صحيح عند K طيب شوف كيف بدأ نستفيد منه ببدأ بالطرف الأيصر الطرف الأيصر عندي هنا 1 plus 2 plus 3 plus K plus 1 الطرف الأيصر شو بقدر أكتبه بقدر أكتب هذا الشكل 1 plus 2 plus 3 حتى K plus K plus 1 ممكن تسأل الطرف هذا بيختلف عن هذا بل نقول لك هو نفسه بس هنا يا جماعة إنه K plus 1 الحد اللي قبله عبارة عن K للاحظ هنا إنه الفرق ما بين كل حد والحد السابق له هو عبارة عن 1 بس هنا أنا أظهرتها بالطرف الأيمن والسبب حتى أقدر استخدم الستيتمنت أو الفرض الموجود عندي هون بالتالي يجمع هنا 1 plus 2 plus K زي ما وجود أمامنا هون plus K plus 1 هي نفس الطرف الأيصر مرة ثانية ليش عملنا زي هيك؟ عشان تظهر الحدود من 1 إلى K وأستبدلها بالفرض الموجود أمامنا هون الحين من 1 إلى K شو فرطة شو بتساوي؟ بتساوي K بK plus 1 على 2 إذا معنات يا جماعة من 1 إلى K تستبدل بK بK plus 1 على 2 وهون K plus 2 بتنزل وبعدين هون جماعة شو بنعمل بين 1 مقامات إنه هون بضرب 2 وبقسم على 2 بصير عندي هنا مقام مشترك وعبارة عن 2 بعدين بنلاحظ هنا إنه الK plus 1 مشترك من البست بصير K plus 1 متبقي عندك هنا K والمتبقي هنا الاثنين فبالتالي الناتج بعد توحيد المقامات رح يكون K plus 1 بK plus 2 على 2 إذا لاحظوا يا جماعة بديت بالطرف الأيصر ووصلت لهذا الناتج وباللاحظ إنه هذا الناتج هو نفس الطرف الأيمن اللي أنا ببحث عنه تمام؟ As required وهو المطلوب إذا مرت الخطوات كالآتي إنه أول مرة لازم نبرهن إنه هذا الستيتمنت صحيح عند الواحد بعدين بفرض إنه صحيح عند الK بعد هيك ببرهن إنه صحيح عند الK plus 1 لكن بمساعدة الفرض الموجود أمامنا اللي هو عند الK طيب example آخر Use the induction to show that 1 تربيع plus 2 تربيع plus n تربيع equal n بـ n plus 1 2n plus 1 على 6 for all n belong ال-n إذا بدأ بيّن أنه الطرف الأيسر هو بيساوي الطرف الأيمن طبعاً هون بنقدر نستخدم ال-induction لنجمعه هون باللاحظ إنه ال-n هي عبارة عن natural بعدين أصلاً هو بالإكزامل طالب مننا باستخدام ال-induction طيب يلا we need to show that it's true when n equal 1 then the left hand side is 1 square equal 1 هون مرة ثانية جماعة لاحظة الطرف الأيسر إنه بيبدأ بنواحد تربيع وبينتهي عند ال-n تربيع بالتالي مثلاً زي المثال اللي ضربنا اللي حكينا عنه قبل شوي إنه لو كانت ال-n بثلاث معناته رح يبدأ بواحد تربيع بعدين اثنين تربيع بعدين ثلاثة تربيع لأنه هنا ال-n عندي ثلاث لو كانت ال-n بثنين معناته رح يبدأ بواحد تربيع وينتهي عند اثنين تربيع لأن ال-n هنا قيمته اثنين طيب لو كانت ال-n بواحد معناته أكيد رح يبدأ بواحد تربيع وينتهي عند الواحد تربيع فبالتالي فقط عندي حد واحد اللي هو الواحد تربيع فالواحد تربيع هو عبارة عن واحد إذا هذا بالنسبة للليفت هان صايد بالنسبة للرايت هان صايد إنه بدل الان بستبدلها بواحد عندك هنا واحد عندي هنا صار اثنين واحد بلس واحد هنا اثنين بلس واحد ليه ثلاث على اثنين طبعا هنا باللاحظ عندك ثلاثة باثنين ستة على ستة الناتج عندي واحد إذا معنات يا جماعة واضح إن الطرف الأيصر هو مساوي للطرف الأيمن إذا معنات بهذا الحالة أنا برهنت إنه الستيتمنت هو true لما كانت الان بتساوي واحد طيب الحين المهم اللي هو نمبر تو نمبر تو شو بنا نعمل بدنا نفرض إنه هذا الستيتمنت هو صحيح عند الكي وبدأ برهن إنه صحيح عند الكي بلاس واحد يعني بهذا الشكل assume that the statement is true for some key I mean هذا معناه الرمز I mean يعني أنا أقصد شو قصدي شو قصدك إنك تفرض إنه صحيح عند الكي يعني بدأ أفرض إن الواحد تربيع زاد 2 تربيع زاد زاد حتى الكي تربيع هو بساوي كي كي زاد واحد بثنين كي زاد واحد على ستة أوكي طيب الحين هذا الفرض اللي عندي الحين أنا بدي أبرهن إنه الستيتمنت صحيح عند الكي زاد واحد we need to show that it's true for k plus one I mean we need to show that أنا بأقصد أنا شو بدي أبرهن هنا جماعة بدل الـ n سبدو بk plus one هون يا جماعة بسي عندك واحد تربيع plus 2 تربيع plus plus حتى k plus 1 تربيع بساوي k plus 1 k plus 2 لونه واحد وواحد اثنين بعدين هنا نستبدل الـ n بk plus 1 وضرب اثنين واجمع مع واحد فرح يعطيك اثنين k plus 3 على ستة إذن هذا يجمع فيه هناك واسم مارك هون يعني هذا أنا اللي بدي أبرهنه هذا أنا اللي بدي أصل إله وكيف بدي أبين أن هذا صحيح بدي أبدأ بالطرف الأيسر وأصل الطرف الأيمن بمساعدة الفرض الموجود أمامنا هون طيب now we have يلا الطرف الأيسر 1 تربيع plus 2 تربيع plus k plus 1 تربيع شو بقدر أكتبه بقدر أكتبه 1 تربيع plus 2 تربيع plus k تربيع plus k plus 1 تربيع إذن هنا مرة ثانية ليش أظهر للكي تربيع السبب حتى نستخدم الفرض الموجود عندنا هون لأن هنا بالفرض معطينا من 1 تربيع إلى الكي تربيع مجموح هذا الحدود بساوي الطرف الأيمن اللي عندنا هون طبعا واضح إنه الطرف الأيمن اللي هون هو نفس الطرف الأيسر اللي هون بس مرة ثانية اظهرنا الكي تربيع حتى نستخدم الفرض الآن 1 تربيع plus 2 تربيع plus k تربيع هاي قيمته عندك هون اللي هو عبارة عن k k plus 1 2 k plus 1 على 6 و k plus 1 تربيع نزل يعني هاني جمع هذا الحدود هاي جبنا قيمتها عن طريق الفرض بعدين عندك هون k plus 1 تربية بعدين هون بنواحد مقامات بضرب البسط والمقامة بستة هتسير عندك هون ستة مشترك فصارت بهذا الشكل انه عندما تضرب ستة وتقسم على ستة بعدين عندك k plus 1 مشترك من الحد الأول والثاني فياخدتوا مشترك هون فظل عندك هون k 2 k plus 1 هنا راح يظل عندك ستة اللي هو المقدار ينظره فيه البسط بk plus 1 لنهو تربيع فراح واحد منهم فظل عندك هون k plus 1 بعدين ها جماعا دخلت الكي على القوس ودخلت ستة على القوس فصار عندي اثنين k تربية plus عندك هون k plus 6 k plus 6 جمعت هون الحدود عندك اثنين k تربية 6 و 1 7 k plus 6 هس راح تحكيلي طب وإحنا وامنا نروح يعني شو الهدف تعنا الهدف تعنا يا جماعنا نصل للطرف الأيمن اللي هون إذن هون أنا بديت بالطرف الأيصر وهدفي أن أصل الطرف الأيمن بمساعدة الفرض الموجود عندي هون طيب نكمل هون يا جماعة بصير عملية تحليل هون هاي عندك هون قوس أول قوس ثاني اثنين k تربية هي تحلل k و اثنين k إشارة الحد الوسط موجب بتنزل هون موجب ضرب موجب بصير بالقوس الثاني بعدين هون بتبحث عن عددين حاصل ضربهم ستة اللي هو اثنين ضرب ثلاث بدأت تتأكد أنه تحليلك صحية لازم يكون مجموع حاصل ضرب أقرب حدين وأبعد حدين لازم يكون عبارة عن سبعة k كيف يعني يعني اثنين k ضرب اثنين عندك هنا أربعة k وثلاثة ضرب k اللي هو ثلاثة k ثلاثة k و أربعة k مجموحهم سبعة k إذا اللاحظة جماعة هنا إنه وصلنا للهدف المطلوب مننا اللي هو الطرف الأيمن هنا as required some the statement is true for all in belong in إذا بمعنى تحقق الشرط الأول والثاني إذا معناته باستخدام الاندكشن أنا برهنت إنه هذا ال statement صحيح لكل قيم ال N اللي بتنتمي إلى capital N example آخر use induction to show that إنه الواحد تكعيب plus 2 تكعيب plus plus n تكعيب بساوي هذا المقدار طبعا هنا ال N هي عبارة عن natural number على الطبيعي طيب نفس الخطوات اتعلمناها سابقا إنه بدي أبين أو بدي أبرهم إنه هذا ال statement هو صحيح عند الواحد we need to show that it's true when N equal one then the left hand side هنا جماعة كنا بدي استبدل ال N بواحد إذا معناته فقط رح يكون عندي حد واحد اللي هو الواحد تكعيب الواحد تكعيب هو عبارة عن واحد and the right hand side لطرف الأيمن هنا واحد قوس واحد بلس واحد على اثنين الكل تربيع فهنا أنت عندك واحد بلس واحد اثنين اثنين على اثنين واحد الواحد الكل تربيع واحد إذا معناته أنا بالله هذا جماعا الطرف الأيصر هو مساوي للطرف الأيمن so the statement is true when N equal one I mean أنا بقصد أن الطرف الأيصر مساوي للطرف الأيمن assume that the statement is true for some K belong to N أنا بدي أفرض أن هذا الستيتمت هو صحيح عند الك الكي طبعا ناتشرال assume that أن الواحد تكعيب بلس اثنين تكعيب بلس الكي كي تكعيب هنا فقط بدل الـ N بدأ تستبدل بK K K plus 1 على اثنين لكل تربية طب الحين هذا الفرض اللي عندي الحين أبدأ بيّن أن الستيتمت هو صحيح عند الكي بلس واحد تقول we need to show that it's true for K plus 1 I mean we need to show that أن الواحد تكعيب plus 2 تكعيب plus K plus 1 تكعيب تساوي K plus 1 تكعيب هل بيساوي K plus 1 K plus 2 على 2 الكل تربية now we have إذن أنا هنا بدأ بالطرف الأيصر وأصل الطرف الأيمن بمساعدة الفرض الموجود عندي طب نيجي هون أي الطرف الأيصر بدأت فيه هو نفسه يجمع هذا الطرف إننا بنعرف إننا بنعرف إحنا هنا أو واضح عندي هون إنه الحد والحد السابق لهم الفرق بينهم واحد طبعا بنفس الأوردر أوكي فبالتالي هون K plus 1 تكعيب أكيد الحد اللي قبل بديكون عندك K تكعيب ليش أظهرنا الكي تكعيب لأنه مجموع الحدود من واحد تكعيب إلى الكي تكعيب أنا أفارضه هون بدي أستفيد منه هو عبارة عن الكي K plus 1 على 2 لكل تربية هون بتنزل عندك الكي بلس 1 لكل تكعيب طبعا هون يا جماعة المقام عندي هون أربعة لأنه التربية بأثر على 2 بالتالي هون بدأ أضرب بالبسط والمقام بأربعة عشان واحد مقامات فصار عندك مقام مشترك أربعة دخلت التربية على القوس فصار عندي K تربية K تربية K plus 1 تربية plus عندك هون بعد ما ضربنا الأربعة صار عندك هون أربعة K plus 1 تكعيب على طبعا هون على أربعة بعدين هون جماعة بنلاحظ أنه K plus 1 تربيع مشترك بين الحد الأول والثاني متبقي عندك هنا K تربيع متبقي عندك هنا 4 K plus 1 لأنه تكعيب راح 2 فظل 1 فظل 1 أوكي بعد هيك دخلت الأربعة القوس فصار 4 K plus 4 بس لو ننتبه جميع وحنا مشينا بالعمل الحسابية ننتبه أنه نصل هذا الحد الهدف تاعي وهو الطرف الأيمن طيب أجينا هون التحليل هو عبارة عن K plus 2 لكل تربيع تتأكد مربع الأول زاد 2 الأول بالثاني وهو 4K بعدين مربع الثاني 4 شوف هون جماعة لو أخذنا الاثنين كبور للكل شو راح يكون داخل القوس راح يكون داخل القوس K plus 1 K plus 2 على 2 وإذا حبيت تتأكد دخل التربية شوف هون راح يدخل على الأول راح يدخل على الثاني راح يدخل على 2 راح يصير 4 بالتالي باللاحظة يا جماعة هنا أن أنا بديت بالطرف الأيصر وصلت إلى الطرف الأيمن زي ما حكينا بمساعدة الفرض اللي بدين فيه كما يحتاج لذلك الصحيحة محيحة لكل N بلون كابتال إن